مرحبا بكم في النشاة الجوية تشوفوا على قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر دائما المشاهدين الحال برد على المناطق الشمالية والجنوبية استقرار في حالة التقس إلى غاية يوم الجمعة ونيدور الحال على المناطق الغربية ستكون فيه إن شاء الله بعد الأمطار نشوفوا أكثر تفاصيل على وضعية الجوية المرتقبة خلال ليلة اليوم وصباحة الغد سورة القمر الإسطناعية تضحن الصفاء واستقرار دائما يخص الجنوب والشمال الرياح ريحة تكون من ضعيفة إلى معتدلة بالمناطق الشمالية سرعتها متفوت 30 كم في الساعة تكون قوية نسبيا بشرق الصحراء تقدر حتى 40 كم في الساعة عموما سيكون فيه تطاير محلي للرمال ومن ضعيفة إلى معتدلة على باقي المدن الجنوبية وضعية الجوية المرتقبة خلال ليلة اليوم بإذن الله سيكون فيه ضباب مرتقب بالمناطق الساحلية للوطن حتى بالمناطق الداخلية وكذلك الهضاب العليا والأوراة السحب عابرة ستشكل بالمناطق الشرقية الساحلية والداخلية حتى بالهضاب العليا الغربية ومنطقة السورة صفاء واستقرار عم معظم ولاية بلادنا درجات الحرارة دائما جوء بردة خلال اللين سجلوا في حدود درجتين تحت الصفر سجلوها بكل من باتنا خنشلة كذلك على أم البواقي وميلا نفس المقياس بسطيف والعلمة برج بوري ريج البيض والنعمة درجة واحدة تحت الصفر بمنطقة لغوات والمسيلة أربع درجات على معظم السواحل الوطنية درجتين فقط بمنطقة الواحات بواتسوف دول مطالب العربي أمطيور بسكرة وورقلة درجة واحدة بعين صالح كذلك بأدرار واتيميون نفس المقياس ببشار القناة سبني عباس داغيت وتاب البالا وثلاث درجات بكل من إليزي جانات دبداب وعينة مينا سنشوفوا مع بعض الوضعية الجوية المرتقبة مع صباحة ومع الفجر اللي رح يفترخوا غير بالعقرة سيكون فيه تشكل للجليد مرتقب بالمناطق الداخلية كذلك الهضب العليا أيضا ضباب مرتقب على كامل السواحل الوطنية الغربية الوسطى والشرقية سحب سفلة مرتقبة بمعظم الولايات الساحلية خلال الصباح يعني تكون شميسة مرفوقة ببعض السحب العابرة صفاء استقراري عم كامل الولايات الجنوبية كما نشوفه في الصورة درجات الحرارة المرتقبة خلال الصباح ومع الفجر ديم الحلبرت خاصة بالمرتفعات الداخلية والمناطق الداخلية أربع درجات تحت الصفر سنسجلها كأن مقياس على ولاية البيض والنعامة ثلاث درجات تحت صفر بكل من باتنا خنشلة كذلك بولاية برج بوري ريش سطيف والعلمة نفس المقياس بالجلفة ثلاث درجات بالعاصمة خمس درجات بوهران درجتين تحت صفر بتيسم سيلت غيريزان سعيدة وسيدي بالعباس الجنوب أيضا لجواء باردة صفر درجة بكل من إليزي واجانة طبعا هذا كأدنى مقياس بالجنوب درجتين بمنطقة عين صالح كذلك بغردايا زلفانة بريان بشار القناة سوب نعباس داغيت وتاب البلاء وحوالي ثلاث درجات بكل من تندوف أدرارتي ميمون تميوين رقان ثم نرستو إنغر النباح الخافتنا سيادين حيكون قليل الاتراب على طول الشريط الساحلي فيما يخص الرياح من ضعيفة إلى معتدلة شوفوا مع بعض الرؤية الرؤية عموما دايما حتكون متوسطة على كامل الشريط الساحلي فيما يخص اتجاه الموجة رحيكون شمالي شرقي على السواحل الغربية والوسطى ومن شمالي إلى شمالي غربي بالسواحل الشرقية عموما نعولو الأمواج ميفوتش المترة على كامل الشريط الساحلي بهذا نكون الحق معكم للختام شكرا لكم على المتابعة في أمان الله